زيادة في عدد السكان مقابل تدهور الأوضاع المعيشية بغزة يولد في مشاف القطاع صغير المساحة ما لا يقل عن 140 طفلا يوميا حسب الإحصاءات الرسمية في واحد من أحياء غزة المكتظة بالسكان قابلنا أستاذا في علوم الاجتماع الرجل أرجع زيادة السكان إلى أسباب دينية وسياسية لا بد نزيد العدد الدموغرافي العدد السكاني في مجتمعنا الفلسطيني حتى نواجه الطرف الآخر المحتل الذي اغتصب أرضنا فلذلك من هنا لا بد من زيادة عدد السكان فهذا يعني عامل أساسي فالعامل الثاني عامل الديني زيادة السكان هذه وفق شبكة المنظمات الأهلية ترافقت مع عجز في التمويل الدولي لحاجات سكان القطاع حاجات تسبب فيها الاحتلال وتداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني نحن نؤكد على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل وقف هذا التدهور والعمل باتجاه مواجهة وحل هذه التحديات وفي مقدمة ذلك الضغط باتجاه رفع الحصار وأيضا انهاء الانقسام السياسي وثالثا الاستجابة الحقيقية للاحتياجات الناجمة عن السنوات الطوال من حصار وعدوان وانقسام من دون رفع قيود الاحتلال عن هذه المدينة التي توصف بالسجن الكبير المفتوح لن يتغير الحال هنا هذا السوق الشعبي مثلا وسط غزة كان يضج بحركة البيع والشراء قبل سنوات يشهد اليوم حركة خجولة تعكس ما آلت إليه الأمور من حالة متردية خلفت سنوات الحصار المستمر آثارا كارثية على حياة السكان هنا ورغم سودوية المشهد يعيش سكان القطاع على أمل حدوث تغيرات في المستقبل القريب تضمن حياة أفضل لهم ولأبنائهم باسر خلف التلفزيو العربي قطاع وزاة ترجمة نانسي قنقر